لما يكون حريبة يتشجع فريق والفريق ده بيلعب ماتش النهاردة والفرقة تانية قصاده وببتدي بين الشوتين يطلع لحضرتك التحليل وشاشة المؤشرات اللي بتطلع اللي هو نسبة الاستحوات قد ايه كم هجمة كم فرصة ضايعة كم كورنر والتحليلات دي كلها علشان تبقى انت عارف برضو الماتش ماشي ازاي ومين الفرقة اللي مسيطرة على المباراة ده غير طبعا لمتابعة حضرتك ده بالزبط اللي بيحصل في البورصة فتعالوا النهاردة نفهم الكلام ده بيحصل ازاي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات المصرفة في البورصة في حاجة اسمها مؤشرات المؤشرات دي اللي بتوري حضرتك قوة السهم ماشي ازاي وايه فرص الارتفاع او الانخفاض في سعره والدنيا بتاعته ماشي ازاي بالزبط بس علشان تقدر تحسب البيانات دي يوميا بكمية البيانات على كل سهم على كل شركة والتعاملات اللي حصلت يوميا الموضوع صحب جدا فبالتالي بيتاخد الموضوع بلاء على سعود او هبط المؤشر خلينا ناخد مثال تاني كده زي اللي كلمنا عليه قبل الانترو هيوضح الموضوع اكتر ان لو حضرتك مدرس مثلا وعندك 100 طالب في الفصل وانت طول السنة تعبان معاهم وعمل تشرح وبتحاول تزود المعلومات اللي عندهم وعندك 30 واحد دول احسن 30 واحد واللي بيعودوا قداموا وفاهمين كل حاجة وكويسين وشاطرين جدا والسبعين اللي فضلين مستواهم متوسط وجاء قبل الامتحانات المدير راح جاي لحضرتك الفصل وقال لك طميني ايه الاخبار طبعا حضرتك عشان تقعد تقوله كل واحد فيهم مستواه عامل ازاي ودرجاته ايه ودنياته ومسيش ازاي ما وتصعب جدا هتقعد وقت بير جدا عبل ما تقوله كل مئة واحد فيهم شكله ايه بس انت عارف ان اشتر 30 واحد في منهم حوالي 15-20 واحد المعلومات عنده زادت بنسبة معينة نسبة 40% مثلا والسبعين تانيين نسبة الزيادة كانت حوالي 30% فهرجاء تقوله والله يبصوا حضرتك احنا عندنا اشتر 30 طالب في الفصل حصل زيادة في المعلومات بتاعتهم او في التعليم اللي حصل لهم او في قدراتهم التعليمية بحوالي 40% والسبعين التانيين زادوا بحوالي نسبة 20-30% واجمالي المية او اجمالي الفصل زاد بنسبة 15% ده بالزبط الشبه اللي بيحصل في البورصة فاحنا عندنا 3 مؤشرات رئيسيين موجودين الاول اسمه اي جي اكس 30 او اي جي اكس 30 وده بيضم اكبر 30 شركة مقيادة في البورصة وبيتم اختيارها بناء على معايير معينة من ضمنها حجم التداول والنشاط وحجم الشركة نفسه ونسبة اسهم الحرة في التداول اللي هي بتيتم عملية البيع والشرع عليها يوميا والنسبة دي ما ينفعش تقيل عن 15% وبقيت النسبة 85% دي بتبقى مملوكة لكبار المساهمين اللي بيبقوا مسيطرين على اسهم الشركة دي وكل ما نسبة 15% دي زادت كل ما كان الساهم ده لتأثير كبير وحجم النشاط كبير على صعود او هبوط المؤشر بتاع المجموعة اللي هو فيها او الاجي اكس 30 نيجي للمؤشر التاني اللي هو اي جي اكس 70 او اي جي اكس 70 وده بيضم اكبر 70 شركة من حيث النشاط غير 30 شركة اللي اتكلمنا عنهم اللي في اي جي اكس 30 وبيقيس متوسط الاسعار بتاعتهم او بمعنى صح هو بيقيس التغير في سعر الاغلاق بتاع الشركة في اليوم ده سواء بالارتفاع او بالهبوط وما بيحطش في اعتباراته اي عوامل تانية خالص هو على سعر تغير في سعر الاغلاق مش زي اي جي اكس 30 اللي هو حجم النشاط والتداول نسبة التداول وكل ما دي كلها لا 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 بيبصش على كلام ده خالص هو ده مؤشر سعري نيجي على اي جي اكس 100 وده بيضم جميع الشركات اللي موجودة في اي جي اكس 30 وفي اي جي اكس 70 وبرضه هو مؤشر سعري بيقيس التغير في اسعار الاغلاق بتاعت الشركات في اليوم ده دون النظر لاي عوامل تانية ده ببساطة التلات مؤشرات الرئاسيين اللي موجودين في البورصة واللي على اساسهم بتبتدي تعرف الدنيا رايحة فيين والبورصة رايحة في انهي اتجاه وفيه صعود والهبوط والكلام ده كله وعلى اساسه بتبقى انت فاهم بعد كده الساهم بتاعك لما بتيجي اتبه بتبقى فاهم دنيته ومشي ازاي وفي انهي اتجاه نيجي بقى اني تكلم عن حاجة تقريبا مفيش حد تتكلم عنها قبل كده او اللي تكلموا عليها قليلين جدا وهي حاجة اسمها سناديق المؤشر كل مؤشر من احدا اتكلمنا عنهم دول ليه حاجة اسمه سندوق فاكريين لما اتكلمنا قبل كده على سناديق الاستثمار اللي هي منخفضة المخاطر ومتوسطة المخاطر وعالية المخاطر واتكلمنا ان كل نوع من الانواع دي بيضم مجموعة معينة من الادوات الاستثمارية زي مثلا المخاطر قلنا بيستثمار في ادوات مالية زي ادون الخزانة والشهادات والوداع والكلام ده كله سندوق المؤشر ده شبه الموضوع ده بس مختلف شويا هو ايه هو عبر عن اسهم فقط لغير والاسهم بتاعة المؤشر بتاعه يعني ايجي اكس 30 ليه سندوق خاص بيه وبيضم الاسهم اللي موجودة في المؤشر يعني السندوق بتاع ايجي اكس 30 فيه 30 سهم بتوعي 30 شركة اللي موجودين في المؤشر ده طب ايه ميزة الموضوع ده ميزة الموضوع ده ان لو حضرتك دخلت اشتريت سهم شركة معينة فقط انت قابل للزيادة والهبوط في اي وقت فانت لو السعر ارتفع حضرتك كسبت لو السعر انخفض حضرك طبعا قسرت انما لو حضرتك داخل في سندوق المؤشر ده فانت كده اشتريت في 30 شركة لو فيه 10 طلعوا واتنين نزلوا والباقي سعرهم ثابت فانت كده كسبان فانت بيشيلوا بعض اللي سعره انخفض اللي سعره ارتفع بيشيله معاه فبتطلع بنسبة مكسب ونسبة مخاطرة اقل من لو حضرتك دخلت اشتريت سهم واحد بعينه فدي ميزة موجودة في الموضوع ده مهمة جدا بالنسبة لحضرتك خصوصا لو حضرتك لسه اول مرة تخش البورصة سعر الوحدة اللي هي بتتبيعها بالوحدة وقال لحاجة ان حضرتك تشتري واحدة بيقوم مقارب لسعر الاسهم اللي موجودة في المؤشر ده وطبعا بيتم التداول عليه سواء بالبيع او الشرع عن طريق شركة السمسرة اللي حضرتك هتخش عن طريقها وطبعا بيقى فيه العمولة زيها زي بتاعة الاسهم برضو بيتم خصم العمولة سواء بتاعة البيع او بتاعة الشرع وحضرتك تقدر تحتفظ بالوحدات دي زي ما انت عايز سواء عايز تباعها مثلا كمان 3-4 ايام عايز تقعد بيها شهور الارتياح طبعا راجع لحضرتك زيها زي برضو لما بتمتلك الاسهم وبردو بيبقى فيه توزيعات ارباح زيها زي الاسهم لو حركش تريد تروح تتشاري تسهل بعينه لوحده تكلمنا النهار ده عن الموضوع ده ولسه في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن حاجات اكتر احنا واخديني الموضوع واحدة واحدة ببساطة علشان المعلومات كلها ما تبقاش مشكلة او ازمة او تعمل لخبطة احنا عايزين ندخليني الموضوع بالراحة وهنمشي في كل الجوانب وفي اخر حلقة من الحلقات دي هنعمل حاجة هتسهلك عملية التداول وهتسهلك عملية الاستثمار في البورصة وتخليك متطمن قبل ما تخط جنيه واحد من جيبك في البورصة دي كانت حلقة النهار ده من المصرفي يارب اكون ارتفادكم بالمعلومات دي وما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان اجيلكوا اشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتك تدوسوا لايك وتعملوا الشير عشان الناس تقدر تستفيد واشوفكم على خير